هو الجيش بينحاس في اللحظة اللي الشعب ينزل فيها للشرعية الشعبية بالزبط من أيام عرابي يعني من أيام عرابي بتلاقي انه هو شايف الشعب راح فين ومتفق على ايه فتلاقي الجيش بصلته مع الشعب طول الوقت هو بحق جيش الشعب طول الوقت فبالتالي يعني اللي عارف تاريخ الجيش المصري جيدا فبيبقى فاهم هذه النقطة بالزبط ففي نفس اللحظة كان زكاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه ما كانش موضح للإخوان البصلة متجهة فين في لحظة معينة او في توقيتات معينة عشان الإخوان ما يسبقوش وياخدوا قرارات يحبطوا بيها اي انحياز من قبل القوات المسلحة للشعب فما كانش الرؤية واضحة قوي قدام القوات المدنية والشعبية فكان فيه قلق كبير جدا انه ايه هيبقى موقف القوات المسلحة وايه موقف الجيش في انحيازه للجمائرة هما بقى في هذا التوقيت طبعا تشكلت جابهة الإنقاذ ومن بعض من عدد كبير من الرموز المدنية في هذا التوقيت وتولدت بعد كده وجود حركة تمرد واللي عملت حراك كبير جدا قلقت محمد مرسي نفسه لدرجة انه محمد مرسي علق على حركة تمرد في هذا التوقيت وقلق انا يعني انا جاي في الانتخابات بالعافية بواحد وخمسين في المية فمش استمارة هي اللي هتماشيني ففهمنا والحقيقة دي اشارات من خبرة بقى سنين في التظاهرات وفي العمل الشعبي دي كانت بالنسبة لي اشارة نجاح انه تمرد نجحت انا كنت منخرط في هذا التوقيت على كذا طرف كنت منخرط في جامع استمارات تمرد انا والقوى اللي كانت معي وفي نفس الوقت كنت في مواجهات تلفزيونية شبهة يومية مع قيادات جامعة الاخوان لانه كان في معركة اخرى اعلامية كتقائمة وكان الاعلام مستهدف في هذا التوقيت شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة